وطن منحازون للحقيقة واليافعات في المدارس وطرح تساؤلاتهم للجمهور والمسؤولين المشاركين فيها في كثير يافعين ويافعات بدهم حد يفسرهم إيش هي الصحة الإنجابية والجنسية ما بيكون عندهم معلومات فبالجأوا لطرق خاطئة لحتى توصل للمعلومة فكثير مهم لو إحنا ندخل هاي الأشياء بالمناهج التعليمية هاي المواضيع خاصة الناس كمان في المدارس إنه واحد ما يعطيها هاي الشغلات إنه فيها تلاقي صعوبة بين المدارس وبين الطالب إنه الطالب اشغلت هاي المعلومات إنه يقول لك في إحراج من قبل الطالب إنه يوصلها ولون هاي معلومات أساسية مهمة للطالب يعرفها للمستقبل كمان ولأول مرة في فلسطين يعقد مؤتمر كهذا يتحدث في صلب قضايا الصحة الجنسية والإنجابية وهو مؤتمر جاء بتنظيم من مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وتحت رعاية القنصلية الإيطالية في القدس والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون والإئتلاف العربي لصحة المراهقة بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل ووكالة الغوث الدولية هذا مؤتمر لأول مرة يعقد مؤتمر بهذا الشكل يتحدث عن موضوع الصحة الجنسية والإنجابية وهو موضوع في العادلة يطرق وبالتالي وجود هذا الحجد الكبير وبالتسليط الإعلامي وبحضور المؤسسات الإهلية والعشرات من المؤسسات الحكومية هذا بحد ذاته نقلة نوعية مهمة جدا وأنا برأيي تحقق كثير من أهداف هذا المؤتمر بتسليط الدوء على مسألة لا تترق أصلا إنه لمؤتمر هام نحن جزء مع مؤسسة جذور ووزارة التعليم وإيطاليا من أجل التركيز على احتياجات الشباب وأحدى هذه الاحتياجات الهامة هي المعلومات الصحيحة حول الصحة الإنجابية والجنسية بخاصة وكما تعرفون فإن الشباب والشابات لا يعرفون الكثير من المعلومات عن الصحة الإنجابية بخاصة وهم مقبلون على الزواج المؤتمر الذي عقد في مدينة رامالله تطرق إلى أهمية إدخال مواضيع الصحة الإنجابية والجنسية في المناهج التعليمية وتأهيل المعلمين ليكونوا قادرين على إيصال المعلومات الصحيحة للطلبة ترتيب هذا اللقاء هو يأتي في إطار الاهتمام هذا الموضوع مطروق في المناهج الفلسطينية ولكن نبحث عن سبل لتطوير عملية وصول الشباب لهذا الموضوع دون الإفراط في الحساسية والإجماع في مجتمع محافظ على آلية طرق هذا الموضوع دون خدش أي محرمات ودون الوصول إلى عالم من النفور هذه قضية حساسة تستوجب صبر كبير تستوجب سماع رأي الناس وتستوجب أن يكون هناك إجماع مجتمعي يشار إلى أن القائمين على المؤتمر سعوا أيضا إلى تعريف المشاركين على نماذج المحلية والعالمية الناجحة والأفكار الإبداعية المجربة واستخلاص الدروس المستفادة منها من أجل تعميمها ومأسستها والبحث عن إمكانية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوفير المعلومات التي تهدف إلى تعزيز الصحة الإنجابية وتعزيز التعاون بين الشركاء لتلفزيون وطن فارس الملكي وطن منحازون للحقيقة ترجمة نانسي قنقر